احنا النهاردة نقدر نعتبر نفسينا كده ما بين عيدين امبارح بنحتفل بنصر اكتوبر المجيد بكل ما صاحب الاحتفال من بهجة وروعة وعظمة وحب حقيقي للوطن واحتفالنا اللي بدأ بالمناسبة من النهاردة والحد بكرة بذكرة المولد النبوي الشريف بكل ما فيه كمان من تقوس ورموز البهجة اللي معجونا بحب حقيقي وإيمان حقيقي الحقيقة ان انا لما عدت افكر كده اكتشفت ان احنا ما بين الوطنية والدين فيه ارتباط وخلطة مصرية جدا ما بنلاقيهاش في حتة تانية واحنا فرحانين بده واللي يقارن يقارن لانه احنا نشبه كده احنا بنحب بلدنا بجد بنحبها من غير مزايدة ومن غير مصلحة لما تبص كده على المصريين الحقيقيين يعني هتلاقي انه علاقتنا بيها علاقة حقيقية حاجة كده جوه الجينات احنا بنحب البلد كفكرة وكعقيدة وكإيمان تقدر تقول كده حتى الوطنية مربوطة بنوابع ونوازع دينية حقيقية حتى اي حاجة لها دعوة باحتفالات الدينية لما نروح بس للاحتفالات الدينية هتلاقينا اننا كمان بنربوطها بالوطن بنربوطها بالعادات بالتقاليد بثقافتنا فنعجنها حتى الدين نعجنه بمصر نعجنه لخليه جزء من بلدنا جزء من ثقافتنا جزء من أكلتنا فتلاقي احتفالات المولد النبوي الشريف في مصر مختلفة ورمضان في مصر مختلفة كل حاجة عندنا لها تقوس خاصة جدا كل البهجة والخير والنور والحلوات المخصوصة اللي بتتوزع اللي بتتنقل من ايد ليد دي بالمناسبة دي اللي عجينا للمصرية كده النهاردة عادنا نتكلم حتى في الأصول بتاعة حلوة المولد النبوي الشريف وقد ايه بدأت في وقت الفاطمين يعني ودخول الفاطمين في مصر لكن على كل حال لو انت مصري أو غير مصري موجود في مصر لكل الأعياد اللي احنا بنحبها وبنعزها وبنقدرها أهلا بيكي في مصر لأنه الحقيقة أنه الأعياد لايقى على الشعب الطيب الأصيل ده لو سأنتعي بي مرة تن